ريهام البارودي هي أول مهندسة تعمل في ورشة صيانة السيارات وبالرغم من التنمر الذي تعرضت له ريهام في البداية إلا أنها استمرت في هذا المجال حتى اكتسبت منه خبرة كبيرة الغرض من ورشة العمل المعرفة وليس التصليح كل الفكرة جات في دماغي حاجة مبسطة جدا ونشرتها بقى على الفيسبوك على سوشيال ميديا وأبدأت أقول يا جماعة أنا هعمل كذا وهعمل كذا ومحتويات الكورس قد كذا وكذا بعدما الكورس يعني لقيت فيه إقبالي الحمد لله أي يكاد يكون طفيف شوية بس عادي عشان يعني لسه الموضوع في البداية اكتشفت بعد كده أن أصلا الكورس ده أول كورس على مستوى الصعيد لا ده كاما يكاد يكون أول كورس على مستوى الجمهورية لأن الناس اللي بتدي الكورس ده بتديه تكنيكا حاجة تخصصية ده يبقى مستهدف فيه المهندسات أو المهندسين عموما بشكل عام محدش بيدي لمالك سيارة محدش بيدي للناس العامة فأنا بقى استقطبت الفئة دي لهم فئة ملكي السيارات أنت مش شارطة تبقي مهندسة أنا أعمل حاجة أنت عندك عصيارة أو نوية تشتري سيارة فبديكي المعرفة بالنسبة للكورس كان حاجة مهمة جدا أنا واحدة من الناس بسوق العربية وبس ما عنديش أي خبرة عن الكونات العربية فبالتالي قويل ما كلمتها وحاجات ستمعها الكورسي طبعا لدي حاجة فادتني أنا شخصيا بالنسبة لفكرة الكورسي والله أنا استفدت كتير جدا كلنا كبنات ما عندناش أي خلفية عن العربية ما عندناش أي خلفية خالص عن مكوناتها الحاجات دي الحاجات أساسية بتهم أكيد أي بنت موضوع كويس جدا لأي حد بيحب مجال العربيات وبيحب يفهم في سيونة العربيات أنه يشترك مع بشمهندسة ريهام عن طريق برضو يعني لأنا سمعته مع الناس اللي كانوا في الجروب القديم اتكلموا عنها كويس جدا وبيقولوا أن هم استفادوا جدا وأنا شايفة أن دي حاجة كويسة يعني هتنمي المهارات عندك قررت ريهام البرودي نقل خبرتها في تصليح وصيانة السيارات للفتيات والسيدات من خلال تقديم ورش عمل لتعليم الفتيات التعرف والتعامل مع أعطال السيارات في حال لو تعرضت سيارتهن للأعطال اشتركوا في القناة